إنت حسيت إن خلاص بقتلعيب أساسي في منتخب مصر وفي نادي الإسماعيلي وقلت بقى يعني إنت حسيت بنفسك الله أرحمه كابتن جوهري وكان كابتن علاء نبيل ومجموعة كانت محترمة جداً منه كانت كابتن هاني رمزي كابتن أحمد الكاس كان مجموعة الأول كان كرول اللي مسك بعد المنتخب الأولمبي هو اللي مسك المنتخب الأول شوية وبعد كده مشي وجي أقشي حاجة مع المنتخب الأول وبعد كده مشي كرول وجيه أعتقد حد تاني مهم يفضلوا كده لغاية لما كابتن جوهري رجع تاني قبل 98 وكابتن جوهري مسك الفرقة وخد البطولة بتاع 98 بطولة الأومة الأفريقية وفضل موجود يعني أنا أتذكر إن الفترة دي كانت من أحدى الفترات اللي في تاريخ إن أنت تلعب كرة قدم مع المنتخب مصر مع كابتن جوهري مع كابتن جوهري اللي أرحم كابتن جوهري أنا فاكر مطش الجزائي ده كابتن خمسة ثلاثة طبعا أنا المطش ده كنت في حرب نفسية بيني وبالنفسي يعني أنا كنت لسه عائل شغير بالنسبة لللي موجودين كابتن إبراهيم حسن وكابتن ياسر ردوان أسماء كبيرة جدا بتلعب باكرايت والكاس أحمد الكاس أنا بتكلم على الباكرايت أيو أيو طبعا الكابتن أحمد والناس دي لكن والنجوم الكبار دي يعني كابتن إبراهيم حسن وكابتن ياسر ردوان كانوا موجودين طبعا كابتن إبراهيم حسن مسأل أعلى لأي حد في الباكرايت طبعا طبعا لا 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 ما فيش كلام فيش كلام يعني اه طبعا بعيدا لكن الكابتن إبراهيم ده بالنسبة ده lideal back riot نعم فكابتن إبراهيم انت موجود معك في المنتخب أو أنا اللي موجود معاه في المنتخب وأنا كابتن جهري كان بيهيقني أن أنا ألعب مدش خمسة ثلاتة ده الجزائر الجزائر جمسة ثلاتة ألعبه طب وأنت موجود مع المنتخب وفي وقت إبراهيم حسن زام انت بتقوله إبراهيم حسن كان number one مظبوط انت فكرت في وقت مدواة أنك هتلعب عليه انت من جواك قلت هلعب عليه ولا قلت بقى سيبها بالظروفها ما لو ما فكرتش كده كابتن ما بقاش لعيب كورة ما حالك عارف يعني لو فكرت طبعا كابتن ابراهيم حسن قيمة كبيرة جدا وسيضل اسمه كبير جدا في المكان لما نعاوز أزبط نفس انا كمان لكن انا برضو عايز ألعب عاوز ألعب تزبط نفسك الزبط فلا طبعا ما فكرت طبعا الكابتن جهري أهلك ازاي للموضوع ده فانا بقولك كنا قاعدين اسبوع في اسماعيلية في القرية الأولمبية في اسماعيلية وقاعدنا اسبوع أو عشر تيام قبل ماتش الجزائر وكان ماتش مهم جدا وكابتن جهري كان شايفني لسه صغير وعايز يلعبني وشايفني ألعب وشايفني ملعبش عارف اللي هو المنطقة الرمضية دي وكان كابتن ابراهيم كان تقريبا مصاب أو حاجة وكابتن ياسر تقريبا برضو كان مصاب أو حاجة مش فاكر يعني فما كانش فيه في المعسكر غير لانا اللي حلعب أنا اللي باك رايت الباك رايت فكابتن جهري يمينش مالي يمينش مالي المهم ملعبتش المباراة ولعب مين بقى لعب بأحمد حسن وبركات واحد باك رايت واحد هف رايت فكانوا بيتبادلوها مع بعض عشان تقدر تكسب الفريق الجزائري فالمهم أنا نزلت في آخر عشر دقايق في هذه المباراة وعملت جون جون الخامس بتع طريق السعيد عملتوا بالعرض وليد عبداللطيف وليد صلاح عبداللطيف كان بلعب في الزمالك الرأس حربا كان بلعب في مصورة الأول أيوة جري على العرض الأولينية فخد اللعيبة معا امتنى اللعيبها بالعرض لطريق السعيد خدها فيرستايم فيرستايم واحدة بشماله جون ساعتها الجرائد الأهرام الرياضي لا ماتش مصر والجزائرة كانت كبيرة جدا جدا في الوقت أنا عمري ما انسأل حاجات دي لأنها الحاجات دي أنت مش عندك مش محتفظ بيها بقول الله مش محتفظ يا كابتن بس كده محتفظ بيها في دماغي أه بس ده تاريخ ده تاريخ والله يا كابتن بس للأسف الشري إنهم يتؤثر محقro نفسكم كذا فعلا إلا شو كان يقول يا أمل أنا محتفظ يعني الحاجات التانية دي букلا أتفاضي فاتكتب إن مصر جاء لها باكرا هيج جيد من المباراة دي من المباراة دي أه مثال ما أتذكر كاس أن أتذخر تستاذ محمد شابانة يعني فاااااااا والكابتن جاهري حياني وكابتن علاق نبيل مش متخيل بقى الفترة دي كنت إيه